مرحباً، 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 يجب أن تكونوا تماماً، سمما تعودنا، البداية سنبتدي بها، ممكن يكون الطاقة مرحة عن موقع الميزان، ممكن يكون لسه هيبتديها أو عيشها حالياً شايفة عادي في ميزان، كما انتم شايفين من موقع الكرت، في حالة يأس، حالة إحباط من حاجة معينة، أعتقد اللي ده هي علاقة بالحياة العامة من الميزان، ما أعتقدش منها حالة عطفية، عنده حالة إحباط شوية، فقد للآمل شوية، وفقاً، ما عندهوش طاقة من حاجة فيه يعني جوة كده من، خياناً أقول فيه جرح، ما نروح من حاجة، في حاجة واجعية، في حاجة بقزمة النيزان، بقزمة من حاجة معينة، ممكن يكون حاسد واحدة على بكرة، حاسد أنه هو وحيد، وبيواجه حاجات كتير من واحدة، المهم أنه فيه، ممكن يكون بادي الشهر بشوية كده إيه، تقص الباية مش واطفة أوه، طيب، خياناً شوف، دي البداية، الكاتب، ده بيقول لك اللي بتمر بيه ده عصفة مؤقتة، ده وضع مؤقت، أنت مش هتعيش كده، ده ده عصفة مبارد أنت معدي بيها، وحتعدي، تمام؟ طيب، عندنا بعد كده كينجوف كابس، اللي زي فيه شخص في الحياة بالشهر له، هو بيحتاج بيه جداً، تمام؟ وعمال يديه واهتمام، ورعاية بحب، وإخلاص، وحاجة، يعني، تودها جميلة الدنيا، برغم أنه يكون حاسس أنه هو تعبال، ومع زي جديد، مش مؤثر، فحق الناس هو ما انت مسؤول عنه، ويرعيهم بمنتهى الحب، بمنتهى التفاني، أوكي؟ وهو تقريباً هو صاق مثل زي مام أمورهم، هم مسلمين وأمرهم بشكل كامل، مية في مية، فأي من المسؤولية كويس جداً، بمنتهى الحب، بدون حتى ما يبين تعمه، أو يبين أنه هو مش قادر، لأنه هو مش قادر، لكن كان مترابه يا جورج الميزان، شاهدت هنا مادياً في الناس من جورج الميزان، فيه طاقة، خيانا نقول حصاد، فيه يعني، خيانا نقول أن فيه حاجات سهلة أو يحاوليك، ممكن تخلها بسهولة، تعملك تحسن رحلتك المادية بدون شقاء فضيع، تمام؟، ممكن يكون دي حاجات كانت متأخرة مثلاً عليه، ودلوقتي بيقتنمها، ويكتسبها، إن شاء الله، فشيكو الحمد لله حالة مادية، أنا ستريم مامي، إن شاء الله، شاهد أنه هو بيخصد حاجة ممكن يكون كبداً فيها الفترة اللي فاتت، وما كان شخصاته ودلوقتي بيخصودها، أو إنه هو فيه الحمد لله حالة مادية عنده فيها وفرة، وفيها تواسل، خلينا نقول على الأل التقدير، فيها تواسل، طيب، عندنا أيه كمان؟، عندنا أيه سوب صورت، زي ما قلت لكم يا جماعة، أو لشهر دون، ممكن تكونوا بديته شهر كده، أو قفلتوا الشهر كده، لكن الوضع ده مؤقت، ومش هستمر كثير، شايفاً شاء الله، وممكن تكون فعلاً عدد، وممكن تكون خلاص على الوجه، إن هي تخلص، وهنبتدي نستعد القوة مرمانية، خلاص، ننفر، باي باي، خلاص الاتطاقة السلبية اللي كانت محيطة بنا دي، وحنبتدي نبتدي بالقوة شهيدة جداً، زي ما تقولوا، نقطة من أول السطر، ولا يفهم معي، أنا قوي جداً، أنا متزم جداً، والقوة بتاعتك اللي هو، مش هزمح لحد أنها تحسسني الضعف، أنا مش ضعف، أنا قوي جداً، أول لما تبتدي تسفات مع القوة بالشكل ده، هنديلك فكرة، تمام؟، فكرة خويسة جداً جداً، فكرة دي هتبقى أعوار عن إيه المهمة بالميزاني، تخيالوا، الغموب الأعظم، بمعنى، اعتزل ماء وزيك، أي حاجة عملالك، الأرض ده، أوكي، أنا قررت إن أنا هتسحب كده، ودي، تمام؟، نخلل بها دي أخب بالمعنى، مش هتخرج من المشكلة دي، بسوا يا جماعة، أنا زالت عشف عملت واحد، اثنين، تلقى، لا، الميزان هيختفي خالص، من غير لما حتى يرحد، أو يقولوا، أنت جرحتني أو قصرت بحقي في حاجة ما، باي باي، تمام؟، مش باي باي، لازم نهي يا حملة خلاص، باي باي فورابر، لا، أنا حكش دلوقتي، أنتوا مقدرونيش، أو أنتوا جرحتوني، أو أنتوا زعتوني في حاجة معينة، أنا مش عادل، ومش حاجة ده، ده، بيهتسحب مع نفسه خالص، عندنا أي كمان، على نهاية الشهر، أما كان الجزء الأخير من شهر يونيو، ممكن الميزان يبدو يحس أن هذا الجروب لا يريحوش، لا يريحوش، لا يأخذ حمل، وحاسس كأنه الحاجة، أنه هو هير منها، وما وجههاش، وما تكلمش عنها بشكل قاطع وباين، هتقدر تجي وراء، لسه تجي وراء، وحاسس أنه هو تقتل مستنفذة، وشايف أن الناس كلها تلوم، أنت ضلط، أنت هربت، أنت ما تكلمتش، أنت ضيعت حقك، المهم أنه شايف أنه في حالة جهوم، أو خلينك بيعته، أنه أنت ما كانش أخصوك تعمل كده، بيغلطوك، على الأقل أن هم بيغلطوك، فأنت هتقدر أحباط، هو كل ده عليا، تغلقه عليا، ولا تزعل نفسك، ولا في أنك سمع حاجة، لو جهوم ده رايحك، أوكي، وأخذت كده الـ peace of mind بتاعك، وروقت بماغك، ولا همتك، سيمة اللي عايز يقول حاجة أقولها، اللي عايز يعتب يعتب، أنت هتعرف تعمل من نفسك البيئة اللي أنت عايزها، الجو اللي أنت عايز تعيشها، عندك Palace of Obsurance، أنا أشوف لك أحد، أنا أعرف زي ما عملتوك، أو زي ما، ممكن تقول لكم أصحاب، ممكن يكونوا زماية في العمل، زي ما وجدتوك وقبل كده، أعرف أوجدتوك دين، فشايفة أنه في الحمد لله، حاجة بيغزي نفسه بنفسه، أنه هو أنا تمام، مش محتاج أي حاجة، يمكن الموضوع ده يستدعي على نهاية الشهر خالص وآخر كارتو معنا، أنه يحتاج المسال أنه يأخذ قرار محتار بين يأخذ خطوة أو ما يأخذها إيش، تقريباً الخطوة اللي ممكن يأخذها، ممكن يكون فيها عواقب شوية، أنه ممكن يفقد حاجة، يضيع حقه في حاجة، خايف لو أخذت الخطوة دي، هل الخسارة هتكون كبيرة، ولا أخدها ولا مخدها إيش، المهم أنه هو عايز يأخذ أقلي خسارة ممكنة، ذكرت أنه هو seven outcomes، نحتار أعمل إيه؟ أنا حساعدك شوية في الاختيار دك يا بورك الميزان، النص حال مصاحب بيها، لو الحاجة دي حقك، لديك حقق بحد، لا، ما تسيبهش، افضل وراه لحد لما تسترجعه كابلي، تمام؟ ما تسيبهش حقك، صار الحق ده كان حاجة مادية أو حاجة معنوية، أي إن كان هو إيه، ما تسيبهش حقك، الهروب ممكن يكون نفعك دلوقتي، لأن يمكن الوجع شهيد أو القلم كان كبير عليك، بس خلينا نقول إن دهروا مؤقت برضي، إنقاذة من الموقف، عشان أنت بمحصل لطف ما يحصلش عندك drop damage، أنا مش هكريم دلوقتي، هاجلكم إيه، هاجلكم يا من شراء، خد وقتك، متحسس أنت مستعد، واجه، خد قرارك وعمل الحاجة اللي انت شايفها صح، بس النصيحة مضيهش حقا، تمام؟ قرارة حلوة جداً للميزان، إن الحمد لله شايفتها تويسة، بكل مادية تويسة، ويمكن ده ده الشهر، سيما قلنا بنفسي، مش قد جداً، لكن عطول الميزان خرصت نفسه اللي واحده، فهو بوسريكي، إيه، لما تشوف القراءة العطفية بورج، الميزان، ماشر في يونيو، طيب، بصوا معي، للاس المرتبطين طبعاً القراءة العطفية دي بكل النسق اللي مرتبطين بالفعل، الميزان، طبعاً عندك إيه مع الشيك، أنا شايف أنه هو يتعالى معي حكم شايف دلدن، صبر حكمة بعقن توازن هلو جدا بجد انا بحس ان اللي بيقى مع بروت المزام يعني في اكتر علاقة خلينا نقول ما فيهاش طلوع ونزولي مفاجئ يعني العلاقة دايما الحمد لله فا اغلب الوقت بتبقى باخدرتهم يعني طويل وفيهاش منحنيات وحضارك جادة فا شايف ان هو بتعمل مع بحكمة وشايف ان هو جد لشريكه امل كبير جدا دايما بيمدوا بالامل بالضغط وياسة الشريك الناحية التانية معرفش الرسالة دي ما تسميش كده ازاي الله اعلم بس انا جاتلي احساس ان شريك الميزان بقى حده عامل ازاي شريكه ما كانش احبك صح يقول ابني زي ما كانش عارفك كويس ودلوقتي دلوقتي هالفك والموضوع ده عامل عنده خلق هو ايه؟ هو ازاي ابن القلب ده صابور بالشكل ده؟ ازاي ابن القلب ده حكيم بالشكل ده؟ انت وقعت عنده حاجة كان متخيل ان انت شخصية ممكن تكون شخصية مجتمع والولية ممكن تكون مؤزية ما عندهش صبر وفاجأة فتفاجئ ايه ده؟ اه هو ازاي حكيم كده؟ او ازاي هي حكيمة كده? او صابورة كده؟ او بتستوعبني بالشكل ده؟ ممكن يكون فيه حد كان بيدكلم مع شريكه ويمكن موصل له فكرة غلط عنك وانت بحكمتك وبضدك اسمتله العكس لأ انت كنت فاهم غلط لأ انا مش كده على فكرة فهو بقى في حالة عدم اتزان انا مش فاهم اعمل ايه او مش فاهم اتعامل ازاي طيب الشيء انت نفسك ايه بورجي الميزان كين بورجي الميزان انت نفسك ضراع الشريكك يا بخت شرفاء بورجي الميزان في فترة دي عايز يحددنك وعلى فكرة ثانية واحدة خينية صنعه حاجة مش هصلح اضيف حاجة شريك بورجي الميزان ممكن يكون الهيار اللي عنده ده مش بسببك خاص ممكن يكون حاجة حصلت بره في حياته وكان حاطت صورة او طموحات في حاجة معينة ووقعت عنه ولدك انتي هادته اح Erfahr ي poetryirmiتما انت عايز يحتوى ميميزان انت عايز تغمره بالحال انت إنك عايز تعوضه القلم الذي هو وخر دا اه we conversation lpa orグ il hurricanes عايز تعوضه يحتوى فانت عايز احك Bil La Question شريكا بورجي الميزان عايز مغاyz 10タoko . من اله Bleus India التي حصلين لك فيها للغاقوب الميزان نفسه في حالة مدية اكثر استقرار واكثر وفرة وده طبعا لصالحة امتا. طيب انت شايف شئيكك ازاي شايفه ان هو مش بياخد قرارات مصبوطة وبيتصرف بدون ما يكون الصور بالنسبة له واضحة ما بيضبش بياخد قرارات عشوائية مش مدروسة مش ماشية مع العقل والمنطق. مش بيصرف بطريقة صحة. طيب حاول تساعد و تديه شوية من التوازن اللي عندك يا بورك للنسان وقد ايه انت فعلا تبتزن في كل حاجة وبتحسن كل حاجة بالمكان يعني كل حاجة عندك تتاخذ حقا. حاول تساعد شوية القرارات احسن من الفترة اللي جاية. طيب شايفك ازاي شهيتك يا بورك للنسان ده دفل ومتخفوش من الكرد ده ده دفل ده حاجة هو هو ادمانك. مش قابل يستغن عنها. مع انه يقدر يعيش من غير. بس هو يعني روحه متشعلقة فيك حاسس انه هو ادمانك. ما يقدرش ان هو عيش من غير. انت بقيت حاجة يومية لازم تحصل فيه لو ما حصلتش كأنه مدمن. عارفين بمش عالك يعيش. تمام. رأي انا شايفها كويسة يا بيدر. وشايفها دعم كبير جدا من الميزان. وشريكه شايفه من عنده متشعلق فيك زي ما تكون موضوع. يعني او حد هو اللي بيرعي. الطاقة مبين الميزان وشريكه وبيل وفورشن فيه تغير ليه احسن. يمكن يكون النقف اللي بيوري بيه شريكة ده يا جورج الميزان. ده لصالح العلاقة. خدم العلاقة. انه قد ايه قربكه ربعا. وقد ايه ورع شريككك انك انت فعلا. يعني بتقف جنب وبتساعده في الاوقات الصعبة. فده هيخلي ودي حد حضر الغاز بعض ما كانت انت ترتب له. تهي حدات بالصطط. أجهد العلاقة اكتر. وخليتها تروح لمكان احسن كتير. طيب ايه الي بيعسة للشهر ده. الامور شايفة فيها آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وتواصل في حاضر تمام؟ انت حازل معي مش عايز تقول مساء كلامي وجعب بتحسس على كلمك شوية هو نفس الحكاية مش عايزة علىك لانه مقدرش مستغن عندك خالص دلوقتي ومحتاج لك جدا شفات محتاج لك جدا بالفتحة دي هيا تقول الموضوع ده الشهر ده او بتنتزيب اوطات مسلمون ده الشهر اللي جاي هو شهر سبعة شيفة ماشاء الله في حالة بحجة في العلاقة فيها خرب فيها انسجاغ فيها يمكن احتفال حاجة فعلا حيواجد بالليد الجاردة ده لو الناس ديسه مرتبطوش بشكل رسمي ممكن يكون ارتباط بشكل رسمي خطوبة او زباق لناس المتبطين بالفعل خايمحول في حالة ردار يقول الحمد لله يقول الحمد لله يا رب عشيك ان انت بتقولي وانت بتقول الحمد لله يا رب ان ده حصل ان خلتنا نقرب من بعد وعلاقتنا تبقى قوية بالشكل طيب ايه المتوقع في شهر ثمانية كوينوب سورز برضو العلاقة بمشي بشكل قوي جدا سابت جدا فيها شئة برضو دعم كبير جدا من ناحيتين يمكن ما بيهاش اوب ودلع ومشاعر قوي زي شهر سبعة لكن ما زال تبقى قوية ما شاء الله وحيد وليد ذلك طبعا الله وقعلا بس لكن الميزان عطبية بشيك انها مش بحشة خالص شريدك يا برج الميزان لو هو حصل عمده الدروب ده طبعا ردود الافعال بتختلف من برج للتين ممكن لو شايف شريدك ان هو ممكن اكراسب شوية بيتعامل معك بطريقة خاصة مشكلة ومقصود وهو عدده حاجة بره بالشكل لكن هو مدرش نعمل ابدال 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 طيب تعالي شوفي رجوع المنفصلين ولا دا من برج الميزان والذي يفعلني الميزان دراسيا شايفاني حضر نعناية هل منفصلين من برج الميزان في رجوع ولا لا باذن الله في رجوع زي ما قدرت شو بس انا ربت الكروتز ازاي انتو حاجة مربوطة وطول مبتين ببعض باذن الله هترجعوه وده الكلمان كارت ده بيأكد رجوع ان شاء الله نعمل شوف كروت الملايكة هتنصحك بإيأكد زين الشغل ده remember who you are افتكر انت مين مدومش في الصحبة بنش تخلي المؤسرات انه بره تأثر عليك وعلى شخصيتك الاساسية تمام؟ remember who you are افتكر انت مين you are a powerful loving and creative child of god you are very often افتكر انت مين حتى لو انت الفترة دي شايف انك يناس كتير متواطئ عليك او نهاية خزالتك او برحتك او زعيتك بشكل ما ده مش ده مش بسلوب حياتك ده مبارد موقف انت ويعتين افتكر انت مين انت شخص قوي جدا انت شخص محبوب جدا انت شخص مين شكرا